كابتن وليد نفس السؤال بالنسبة لإنتاج الحربي أعتقد أنه أحد الفريقين يعني فريقين وحدين في الدورة الممتازة اللي احتفظ بجهازه الفني كابتن مختار مختار مستقر وهم قد موسم جايد جدا لكن كتقييم برضو ابتدى موسم بشكل أفضل مما ختم به ده حقيقي فعلا برضو إحنا خلاص بنقسم كل حاجة ما قبل كورونا وما بعد كورونا يعني واحد من الفرق اللي تضررت بشكل كبير جدا 18 لعيب جالهم كورونا بالمدير الفني صح فبالتالي وإنت كمان في توقيت بتعمل متشاط ودية وبتعمل فترة إعداد مصغرة الله يكون فعونه كابتن مختار لدرجة أن الإدارة والكابتن مختار بنفسه طلب من الكابتن مجدي عبدالعاطي أنه هو ينزل التمرين يعني كابتن مجدي عبدالعاطي كان استقال من أسوان وطلبه وقال له معلش كابتن مجدي انزل بس التدريب وقعد فترة الغات لما أنا خف فده يبين لك قد إيه هم مروا بظروف صعبة جدا لكن خلينا ناخد حاجة بقى كده أزا جنرال يعني أنت لما تعوز تاخد أحسن مدرب في الموسم لازم تاخده أنه قعد صح يعني لازم لما تيجي نستقر من أول موسم لآخره لما نيجي نقايم مش هينفع ناخد مثلا مستر موسمان دلوقتي مش هينفع ناخد مستر فيلر بمنونه ومشي صح أنت لما هتيجي تقايم هتلاقي أن الكابتن مختار مختار وكابتن عماد النحاس هم الاتنين الوحيدين اللي مستقرين من أول موسم اللي بدأوا وختموا برافع واللي المفروض يدخلوا فأحسن مدرب في الموسم وتحديدا كابتن عماد كمان طبعا عماد النحاس الدنيا مالية أكتر كونفدرالية ومركز رابع دايما تروح لحاجة اسمها معايير تقييم المدرب صح أنت النهاردة إمكاناتك إيه؟ الميزانية اللي معاك إيه؟ الكواليتي بتاع اللعيبة عامل إزاي؟ واشتريت في نص الموسم هل لما رحنا في يناير بعت حد مثلا برقم كبير أو اشتريت حد برقم كبير كل دي حاجات بتأثر لكن أنا من وجهة نظري إن كابتن مختار وكابتن عماد النحاس اللي اتنين الأفضل في الموسم ده بتفق معك جدا والحقيقة ممكن الأمور تميل لكابتن عماد إنه كمان في مركز أفضل ومشاركة إفريقية وبالتالي كابتن عماد الحقيقة مقدم موسم جيد جدا 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 مع زهاب بالقبل باطن